البلكونة المصرية وقدي ايه هي كانت جزء مهم جداً في كل بيت ولكل الناس كبار اللي بيطلع يقعد في البلكونة يشبكوا بيت الشاي مع حتة كيكا الساعة 5 وكمان اتكلمنا عن جمال تصميماتها المعمرية ومين اللي اخترع من البداية فكرة البلكونة وازاي اتطورت على مدار سنين كتير خبر اللي معنا النهاردة عن البلكونة المصرية وهو ان بمناسبة مرور اكتر من 100 سنة على بدء علاقة مدحف هاريس البريطاني بالحضارة المصرية قرر مجلس مدينة بريستن الشمالي شمال انجلترا ودي المنطقة اللي موجود فيها المدحف اضافة ملحق للمدحف وهو البلكونة المصرية وده موجود في الدور التاني في المدحف وكمان بيدوروا على فنان من جزور مصرية علشان يقدر يرسم على طريقة الفنان البريطاني جون سامر سكيلز اللي عمل 18 لوحة تقريبا بتصور ابرز معالم الحضارة المصرية القديمة في البلكونة هاي سأقولك يا سالي البلكونة دي احلى الاماكن ده هاي وخصوصا كلابت المغرب بجد 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 لا 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 بتبقى جميلة 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 وبدأت علاقة مدحف هارس ده بالحضارة المصرية سنة 1908 لما بعتت إدارة المدحف الفنان جون سامر سكيلز لمصر علشان يرسم لوحات مستلهمة من أبرز المعالم الفرعونية الفنان ده عمل رحلات كتير قوي يا سالي يعني جي هنا مصر وقرر ان هو يشوف المعالم دي كلها على الطبيعة وطبعا كان على رأسها أهرامات انجيزة تمثال أبو الهول معبد الكارنك معبد كومومبو النيل بتاع أسوان قاعد الرسم البريطاني ده مش هتساعد دقيق قاعد قد ايه قاعد خمس سنين بحلهم بينتج وبيرسم لوحاته اللي بتزين البلكونة المصرية ده طبعا بالإضافة إلى لوحات لبعض فراعينة مصر وأبرزهم رمسيس الثاني وإخناتون بزراحة روها عجبتني قوي جملة ان التفكير في المشروع ده هدفه هو اكمال المتعة البصرية اللي بتقدمها البلكونة المصرية قد ايه هم شايفين جمال ورقي في شكل البلكونة المصرية خصوصا ان متحف هارس من المتاحف العريقة اللي بيزورها سنويا أكتر من حوالي 300 ألف زائر وبيخضى حاليا لعملات تطوير شاملة ضمن مشروع بقيمة فوق العشر ملايين جنيه سترليني وهيتم إعادة افتتاحه في 2024 من المتوقع بعد عملات التطوير جذب 100 ألف زائر إضافي كل سنة عايزة أقولك متاحف بلدنا كمان جميلة جدا من ضمنها برضو متحف الحضارة يريد بقى كده بما أن أجازة نص سنة إن شاء الله دخل علينا وكل الأسر بتفكر يا ترى هنودي ولادنا فين يا ترى هنفسحهم فين هنسافر مش هنسافر تاخدوا ولادكو والعيلة كلها وروحوا زوروا المتاحف خلوا الجيل الجديد يعرف قيمة وعزمة حضارة بلده اللي بيفتخر بيها العالم كله مش بس المصريين يعني أنا عايزة أقولك حاجة إن من الحاجات المهمة قوي إن الولادة الصغيرة يبقوا فاهمين قيمة الحضارة دي فاهمين تراصنا فاهمين ثقافتنا فاهمين حضارتنا يعني بجد بجد قد إيه حاجة مهمة جدا يريد تشجعوا ولادكو وتاخدوهم وتزوروا كل متاحف مصر للأجازة